اشتركوا في القناة كلمة أيضا على الدبابة المضادة للدبابات BMP 72 Terminator 2 وأيضا على تلت فرقاطات مطلع 2021 روسية الصنع مع ربما الجديد كنت طالعت في أحد المواقع يتكلم على حتى برامج تكوين تتبنى الجزائر برامج تكوين مكتملة المعتمدة من طرف جيوش قوية اليوم في العالم بالنسبة لسلاح Terminator شفناه في المناورة خلاص ميلف هذا نطوي ما نتحدث نتحدث عنها في المستقبل خلاص هذا الجزائر تسلماته ورأي حتى كنا نتحدث عن الدبابات سلاح الدبابات شفناه كذلك ثلاث أجيال لكن الجيل القديم حسناه باللي تم تحديثه من بعد نعود ونشرحه للسادة المشاهدين كيف تمنت العملية وهذه تانية رسالة ما تقولوش باللي عندنا هذك سلاح القديم مرة نرميناه تم تحديثه ودرنلو ميزانيبو باش يولي جاهز للعمل الميداني كين تاني إذا تكلمنا على قوات الجوية شفناه غير سخوش طائرات الاعتراضية نظن الجيش الوطني الشحبي راح مخليها مفاجأة في مناسبات واحدة أخرى يعني حديث في المواقع العالمية يقول لك أنه طائرات الاعتراض ميك 25 كلها السرب كله تم تحديثه وأصبح من الجيل الرابع هذه ممكن فيكش مناورة الجيش الوطني الشعبي كدها المعلومة هذه يعني كنتكلموها كدها وقولوا باللي الجيشنا راح بخير وراه يتطور شيئاً فشيئاً أعداء الجزائر أصابهم إرعاب رعب كبير لما سمعوا باللي راح تجي طائرات من الجيل الخامس مقاتلات من الجيل الخامس يعني متعددة المهام هذا الشي خلاهم يعني إرباك يعني الجيل الخامس مثلاً ناخده البحر الأبيض المتوسط كين الكين الصهيوني وإيطاليا برك هم اللي عندهم طائرات الجيل الخامس يعني الجزائر لما تمتلك هذه الترسانة تصبح في توازن مع هذه القوة إيطاليا معناش مشكل معهم سياسيين بالعكس هم ماصر هلفاء صناعيين هلفاء تجاريين نشتغلوا معهم في ميدان المحروقات لكن كين لي ما نقدروا شنديروا فيهم الأمن من السنة وش حتى يضربونا باش نولي نبكي والأمم المتحدة لا الجيش بين باللي جزائر خلاص واللي الناس ترهبها كما شفنا مياه وربعة آرامو الناس ترعب حكذاك تاني الجيش يعني كاكوت لها كاملة يعني دول مرة أخرى ما تزيش تفكر في احتراج هذا البلد جيشه مستعد جيشه مستعد وعقيدة وعقيدة كذلك لمواجهة عقيدة للمواجهة شو كون نتكلم على السنوات القادمة نعطيكم معلومة أن المحروقات عندنا تمثل 1.32% من مجموعة الخيرات التي كانت في الجزائر يعني عندنا موحيط من المياه العذبة في في أراضينا في 2040 رح تحدث مشكلات على المياه يعني الجزائر ممكن تولي محل أطمع جيوا يحتلونا بشدوا لما نتعنا يعني يكونوا جاهزين سواء من حيث لترار هذه المستعملة في أدق تكنولوجيات متوفرة عندنا هنا للجزائر ممكن قوة عظماء بش تولي على هذه المعادن النادرة جي تفكروا في احتلال الجزائر كلها أطمع في المستقبل ما الكلام هذا وانت تحدث عن المستقبل والجيش الوطني الشعبي نظرته من دون شك مستقبلية لما سيحدث بعد تقريبا 30-40 سنة و50 سنة في المستقبل هذه التحضيرات كين لما هو آني الآن راح جاري العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر